اليوم عندنا فقرة مهمة جدا ودائما ما بنركز على أنديتنا بكافة المحافظات اليوم نادي جرش الرياضي من جرش لعمامنا الرحب أكيد برئيس النادي دكتور نعمان لعتوم أهلا وسهلا فيك نورتنا وأيضا أكيد معنا رئيس اللجنة الرياضية سيد نادر السوالمي أهلا وسهلا فيك نورتنا أهلا فيك كوتش يعني البداية من عندك دكتور نعمان نادي جرش الرياضي وتاريخ كبير وطويل ست صباح الخير صباح الرياضة الصباح الرياضية أهلا وسهلا فيك الأجمل والأغلى علينا ونحن نشكركم على هذه الاستضافة والصحيح يعني اهتمامكم بالرياضيين والرياضة بشكل عام على مستوى الأردن بشكل عام نورتونا فحياكم الله تحية وتعيش يعني نادي جرش الحديث يطول نحن نتحدث عن خمسين عام من العمر النادي ونحن هذا العام يعني نحتفظ بمرور خمسين عام على تأسيس النادي نادي جرش يعني بجوز الحقبة الذهبية اللي مرت على نادي جرش بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات كان نادي جرش في جميع الألعاب في كرة القدم واليد والسلة كان في الدرجة الأولى وكان بطل المملكة بالشطرنج وبألعاب القوى له انجازات كثيرة وبالريش الطائرة أيضا يعني كان في جميع الألعاب بس كان يعني العصر اللي نقول الذهب إلى نادي جرش وسطر أبناء هذه المدينة التاريخية يعني بطولات وانجازات جميلة وذكريات جميلة فهذه البطولات اللي حققها أبناء جرش ما جاءت إلا بجهود يعني كبيرة بالرغم من ضعف الإمكانات لكن في هذاك العصر يعني من نحكي إحنا عن 50 سنة أو 45 سنة ما كان فيه احتراف لكرة القدم أو للرياضة بشكل عام ما كان فيه هذه التكاليف المادي العالي أما الآن الأمر مختلف تماما يعني صحيح نعم فيعني نادي جرش يعني تاريخ طويل ولعب مع الأندي الكبير على مستوى الأردن لعب مع الوحدات ولعب مع الرمتة ولعب مع الفيصلي وكان يعني ينافس الصعود للمحترفين والآن يعني الكل بسعى في جرش هذه المدينة السياحية والتاريخية إنه يكون إلها نادي يمثلها في دوري الأضواء دوري محترفين صحيح ونحكي اليوم أكثر عن أنشطة النادي والإنجازات التي قمت فيها وأيضا الاستقاقات القادمة ولكن ننتقل لسيد نادا الآن نحكي عن البطولة الأخيرة التي كانت بطولة الاتحاد الأوردنية التي تنس الطاولة خبرنا أكثر عن مشاركة بهذه المطولة بسم الله الرحمن الرحيم نصبح عليكم بداية وعلى أهلنا في محافظة جرش وكل المحافظة أتأكيد بداية الحمد والشكر لله تعالى على هذا الإنجاز أو الشكر الموصول للهيئة الإدارية واللاعبين أحب أحكر أسامي اللاعبين الكابتن معاذ والكابتن وسيم والكابتن كابتن الفريق محمد الإخزاعي اللي كان لازم يكون موجود معنا ولكن اشتباه إصابة بكورونا منعته من الحضور والمدرب الكابتن عدالي إخزاعي كلفوني الهيئة الإدارية برئاسة الدكتور نعمان برئاسة الأجر الرياضية وحملوني حمل كبير وثقيل لأنه في عنا بالمجلس الإدارة أهم أوحد ووحيد أنه الصعود بفريق كرة القدم إلى الدرجة الأولى ولكن ارتعينا باللجل الرياضية أنا وزملائي باللجل الرياضية أن نوسع أنشطة النادي الرياضية فاتجهنا إلى الألعاب اللي فيها أقل تكلفة لأنه احنا بتعرف احنا في نادي جرش تكلفتنا العالية وكل مدخرات الصندوق والإرادات باتجاه فريق كرة القدم صحيح فروحنا إلى الألعاب لأقل تكلفة كرة الطاولة فريق أقل تكلفة فاتجهنا كرة الطاولة شاركنا في بطولة الدرجة الثانية شارك معنا 24 فريق وصلنا لدور نصف النهاية دون أي خسارة واجهنا الجليل تأهنا للمبرأة النهاية مع نادي الوحدات وهنا أريد أن أعقب على نقطة نادي الوحدات ونادي جرش في فارق كبير بالإمكانيات وبالأجهزة وبالبنية التحتية كنادي متكامل نادي متكامل نحن في بداية الطريق نادي عريق ولكن الإمكانيات ليست مساعدتنا شوي فالأمنا الإمبرأة النهاية وكانت إمبرأة صعبة وجميلة جدا وتغلبنا على نادي الوحدات الإمكانيات البشرية هون اتدخلت إمكانيات البشرية ليس المادية لأنهم إمكانياتهم أعلى نتدخلت وفزنا بنتيجة ثلاث أشواط لشوطين وصعدنا برفقة نادي الوحدات إلى الدرجة الأولى طبعا نسمح لي أبارك لنادي الوحدات بصعودهم إلى الدرجة الأولى ونتأمل أن تستمر الإنجازات ونصعد إلى الدرجة في فريق كرة القدم إن شاء الله الموسم الحالي إن شاء الله نتحدث اليوم عن تاريخ كبير لنادي جرش بمثل محافظة كاملة هذه المحافظة معروفة بأجواءها السياحية مهرجان جرش موجود شو الخدمات الموجودة بنادي جرش الرياضي شو عندكم نادي جرش يعني مش بس رياضي في الملعاب في صالة نعم نادي جرش نادي رياضي ثقافي اجتماعي له عدة جوانب عندنا موقع النادي بجانب مستشفى جرش الحكومي وسط البلد موقع مميز على الأرض ثلاث دنمات هي تبرع من بلدي جرش المبنى النادي عبارة عن طابقين في طابقة صالة الأفراح وفي طابق الأرضي إدارة وفي ملعب خماسي صغير ومسبح جديدة يعني برضو هون المسبح كان بدعم من وزارة الشباب بالمشكر هون معالي وزير الشباب والأمين العام ومدير شباب جرش اللي على تعاونهم مع نادي جرش لأنه نادي جرش يعني النادي الأم في المحافظة وهو بيحمل اسم هذه المحافظة ومفروض يكون له لأنه شكل واجه الشبابي الرياضي بالمحافظة يكون له دعم خاص وزاد أنه باستمرار في نشاطات وفعاليات جانب الثقافي الرياضي يعني احنا كثير من نشتغل على الجانب التنموي والجانب التوعوي في مدينة جرش تجاه الشباب من جلسات حوارية من ندوات من لقاءات توعي بجميع الجوانب وهو شامل كمان لكافة القرى المحيطة بجرش صحيح؟ نعم نعم هو باسم كل محافظات جرش نعم نعم فنشاطاته متعدد وعندنا جانب برضو الإنساني في عندنا جانب إنساني من يعني ساهمنا بكورونا بتوزيع طرود الخير ومساعدات إنسانية للكثير من الفقراء نعم هو مركز رئيسي للتطعيم كمان في كورونا بالندي الله يعطيكم ألف عافية نرجع لحضرتك سيد نادر بما أنه عم نحكي على الجانب الرياضي بحضرتك بشكل أكثر تخصصا يمكن فيه عدد كبير من الرياضات اللي إحنا ممكن لو فيه دعم مادي أنه نعمنها ونوصل فيها بمراحل كثير كبيرة بهذا النادي العليق ولكن حسب تعاملك واحتكاكك مع الشباب والفئة الموجودة هل الشباب أوبنات أكثر؟ وإيش أكثر الرياضات اللي إقبالا عليها بهذه المنطقة؟ نحن كمحافظة الجرش شوي محافظة نحافظة فاتجاه الشباب للرياضة أكثر في أننا نحن فريق فئات عمرية للفتيات للفتيات موجود لكن بالذكور بالغالب يتجهل الرياضة أكثر ولكن فيه الفئات فيه إقبال جيد ولكن بس بده تحفيز والتحفيز بده مادة وبده دعم طبعا أنه بنحكي على المادة نعم موظم اللي عندي نحن نعرف السؤال موجه لكم طبعا الضائقة المالية موجودة عند الجميع وعلى الجميع من وين تطلقوا دعمكم؟ دكتور وأيضا السؤال لك كابتا النادر رضا دكتور نحن نبدأ من وزارة الشباب في الدعم السنوي عدا ندعم وزارة الشباب بعد وزارة الاتحاد الأردني كرة القدم نشكر سموه ولي الأمير علي على اهتمام بالرياضة الأردنية ونحن نرى قبل فترة توقيع الاتفاقية مع المدارس الرياضية وهذا إنجاز وشي مهم لرياضة الأردنية في الجانب الثاني لهو المجتمع المحلي إحنا يعني كنادي من مثل محافظة جرش في الوحيد بمثل بالدرجة الثانية والأمان معقود عليه أنه يصعد للأولى للمحترفين فكل الأنظار على نادي جرش وصحيح فيه الناس مش مقصرة بس الناس بدأ إنجازه والإنجاز هذا يعني ما بأتي من فراغ بده مجهود عالي بده دعم مادي عندنا مشكلة في ضعف التمويل المالي خصوصا فرق كرة القدم فريق كرة القدم نعم هو الفريق كرة القدم الأكثر تكليف في ظل الاحتراف بحاجة إلى دعم كبير ونشوف كل الأندي قاعد يتعاني في كرة القدم وكيف نادي جرش النادي جرش المشكلة عندنا في محافظة جرش ما فيه مصانف فيه الشركات تتبنى الرياضة ولا تتبنى الفرق الرياضي فبضطر أحيانا من خلال المجتمع المحلي مساهمات من أبناء المجتمع المحلي فقط لا غير بالإضافة للاستثمار دكتور نعم نعم هناك استثمار بأن ملعب كرة قدم خماسي نضمن وفيه أنه مسبح مسبح كرة قدم وفيه أنه صالة أفراح صالة أفراح ممكن أنها تدعم بالقليل ونساء فتدعم بجزء بسيط يعني هو ما تعرف فريق كرة القدم بحاجة إلى تكليف عليه الآن الكرة القدم إمكانيات مادية ولكن فيه أننا داعمين ولو بشكل بسيط ولكن نحن نشكر أي دام طبعا أكيد الله يعطيكم ألف عافية درجة لحظتك سيد نادر ونسأل على البطولة الأخيرة التي حققتوها وإذا برضو منحب ننوه على المشاركين الذين كانوا بهذه البطولة وحققوا هذا الإنجاز المشاركين نحن عندنا اللاعبين قصدك اللاعبين نحن عندنا الكابتن معاد والكابتن وسيم والكابتن محمد الإخزاعي الكابتن الفريق ومدربنا الكابتن عودي الإخزاعي معظمهم طبعا من جرش الرياضة الآن تقدر يعني احتراف ولكن المعظم موجود من جرش البطولة بطولة قوية جدا يعني عانينا بالدور الأول وبالدور الثاني وبنصف النهاية عانينا ما كان الفوز بالسهل والمباراة النهاية كمان ما كانت بالسهل كانت ثلاثة أشواط مقابل شوطين بالشوط الأخير 11-9 فكانت مباراة قوية جدا وصعبة جدا مع فريق نادر الوحدات فريق نادر الوحدات عريقي يعني وكان يلوم مكان كبير في كرة الطاولة بدي أرجع بس لموضوع كرة القدم مش شوية بس ما لش يعني احنا من عاني كثير ابنا دي جرش احنا عنا المجمع الرياضي الملعب الوحيد في المحافظة يستخدم لدرجة ثانية درجة أولى درجة ثالثة فئات عمرية إناث الذكور كل الفئات العمرية تلتاش خمستاش سبعتاش تساطاش كل يستخدم الملعب أحيانا احنا ما منلاقي حجز إنا على الملعب للتدريب نعم فإحنا يعني قد يكون أحد المطالب لإلكم كان عنا ملعب بلدي في مدينة جرش وسط المدينة بعد موجود إرث إرث تاريخي يعني كان العائلات يطلعوا مسوية يلعبوا رياضة يتمشوا فاستملكوا وزارة التربية وعملوا في مدرسة وزيلة المدرسة فإحنا منطالب أن يكون الملعب ولو يكون ملعب تدريبي يعني يعني لنادي وفي عندنا كمان خمس أربع أندي بمارسوا كرة القدم في جرش يعني بتساعد الأندية بالموضوع صحيح يعني نحن نتمنى كمان يتم النظر لنادي جرش الرياضي بطريقة أكبر ودعم أكثر لأنه يخدم محافظة كاملة بكافة القرى المحيطة فيها ونعرف أنه نسمة كبيرة يعني عدد السكان كبير لازم يكون في خدمات تقدم لهم بطريقة أكبر كلمة أخيرة منك دكتور يعني لرجال الأعمال مثلا رجالات أعمال جرش الشمال شو بتحكي لهم كلمة أيضا للجمهور اللي دائما بتابعكم والله بابتداء نحن نحب نوجه شكر لكل الناس اللي وقفوا معنا بالفترة الماضية والموسم الماضي وإن شاء الله نحن عاقدين العزم إن شاء الله السنهاية الموسم هذا للصعود إن شاء الله وعدينا يعني جبنا مدربة كويس وقاعدين نشتغل على الفريق بشكل بكير لأنه الدوري بخمسة ثمانية فمعنا مجال إن نشتغل بشكل كويس فنتمنى من كل الجرش إنه وقفوا مع النادي ويدعموا النادي لأنه هذا النادي بمثل الجميع ومثل كل أبناء جرش وكل شرائحها ونادي جرش إذا كان بدوري المحترفين بيكون إلو مردود كبير من حيث التنمية ومن حيث الترويج للمدينة طبعا مدينة جرش فمن أتمنى الجميع إنه وقفوا مع النادي ويدعموا حتى نقدر نحقق الإنجاز إن شاء الله بعون الله بإذن الله بإذن الله تعالى سيدنا كبتن نادر نحن نشكر الهيئة الإدارية اللي هي دائمة دائما للأنشطة الرياضية والغير الرياضية في نادي جرش وبحب أشكر أعضاء اللجنة الرياضية الأستاذ عمر العتوم والكبتن محمود البوع اللي ساندون من أول لحظة في البطولة لغاية لحظة التتويج بحب أشكر المدام والأولاد يتحملون كثير دائما نتبعين الرياضة بتركوا البيوت والشكر لتلفزيون الأردني والقناة الرياضية وبرنامج صباح الرياضة واجبنا ومشكورين شكر شخصي لكم واجبنا وشكرا للكم كمان على هذا الدريع اللي أكيد منتشرف فيه وسام أكيد بينضاف لإلنا إن شاء الله دائما كمان بنا نجي ونزوركم على أرض الواقع وتروف بتقارير مختلفة من جراش هذه المدينة المحبة للجميع جراش بنحكي دائما الفرحة والفن فإن شاء الله فنياتكم تكون بالرياضة بإسم الله وتنتقلوا لدور الدرجة الأولى كل شكر لحضراتكم نورتونا